بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحضور الكريم السادة الأفاضل الأخوة العزاء المفكرون الباحثون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أفضل التهاني وأجمل البركات لكم جميعا بالأعياد المتقاربة وأخص منها بالذكر عيد الغدير الأغر هذا العيد المبارك الذي يقرأ من أكثر من زاوية وفيه أمام الملأ وبلسان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأيام افتراق الحجيج وعودهم وعودتهم إلى ديارهم يقف النبي صلى الله عليه وآله مبينا موضحا أن هناك أمر جلل وأمر عظيم يريد أن يبينه النبي صلى الله عليه وآله وقد أصحر النبي ووضح وهو أفصح من نطق بالضهد وبينا بشكل جلي المقام العظيم لأخيه وبصيه وابن عمه أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله والمهنأ في هذا العيد هو النبي صلى الله عليه وآله لأن النبي حسب ما نقرأ ظاهر الآية ظاهر الآية حج على جميع الظاهر حج كما يقول العصوليون النبي صلى الله عليه وآله الآية الشريفة طلبت منه أن يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والنبي كان مبلغا على طول الخط كان مبلغا لكن الآية بينت نكتة الآية وإن لم تفعل وحاش النبي أن لا يفعل ليس من عادة النبي أن يتأخر عن الأمر الإلهي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولا شك هذا مدلول لا أريد أن أقف عليه كثيرا لأن يفترض نحن نتكلم الآن وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام يعني هذا المؤتمر الكريم الذي حرصنا أن نجمع جميع الوحوث في هذا الأسبوع أسبوع الإمامة باعتبار أن مركز الإمامة يبدأ من أمير المؤمنين يبدأ من علي عليه السلام وينتهي بالإمام المهدي سلام الله عليه ففارضين المؤتمر وفق هذه الرؤية يعني البحث أو المؤتمر ليس مؤتمرا لبيان الفقه الخلاف أو كلام الخلاف كراءات محترمة والأروق العلمية والحوزات والمعاهد العلمية بحثت عن هذا الأمر كثيرا ولا زالت تبحث وألفت الموسوعات والكتب إلى الآن وهذا كله له مجاله حديثنا فارضين أننا فهمنا من هذا اليوم المبارك هو الإمر لأمير المؤمنين عليه السلام وتنصيب أمير المؤمنين وهو أولى بنا من أنفسنا كما كان النبي صلى الله عليه وآله أولى بنا من أنفسنا وهذا هو الذي صدره النبي صلى الله عليه وآله فالمهنأ هو النبي صلى الله عليه وآله لأن الآية تقول والله يعصمك من الناس والله إذا وعد وفا والله عصمه من الناس والنبي بيّن بشكل واضح ولائح ما نفهمه من هذا الحديث الشريف طبعاً نحن عندنا مخزون تراث كبير يمتد إلى أكثر من قرنين ونصف وهو من النبي صلى الله عليه وآله إلى غيبة الإمام سلام الله عليه إلى عدل ثلاث قرون إذا جعلنا غيبة صغرى باعتبار السفراء الأربعة كان يصل إليهم ما يريد أن يبينه الإمام عليه السلام فثلاث قرون ونيف أكثر ثلاثمائة وتسعة وعشرين انتهت السفارة الغيبة الصغرى هذا التراث الضخم لا شك ولا ريب في هذه الفترة تستجلى كثير من معانيه على مستوى الفقه والرجال والتفسير والكلام وحتى بعض البحوث التي ليس لها في الواقع قضايا دينية بحتة وإنما أمور قد تتعلق بالطب وما أشبه ذلك فهذا التراث الضخم يعول على الباحثين الأفاضل أمثال الحضور الكريم أن يتحفونا دائما بالاستنطاق هذا التراث الكريم والنصوص بحمد الله تعالى حافلة بما يمكن أن نضيف إلى رصيدنا المعرفي الكثير الكثير ولذلك ضغطنا احتفالات السنة ضغطناها في هذا الأسبوع المبارك قد يسأل سائل كما قلت في هذا المكان في السنة السابقة أنه الجدول يخلو من الحديث عن الزهراء سلام الله عليها وعلى النبي صلى الله عليه وآله وعنوان المبحث أو عنوان المؤتمر هو أسبوع الإمامة مفروغ من النبي صلى الله عليه وآله أن هو خاتم الأنبياء وهو الذي أجمعت عليه كلمة المسلمين والزهراء عليه السلام لها مؤتمر خاص جعلناه في ولادتها سلام الله عليه في العشرين من جماد الأخرى وهو مهرجان روح النبوة واستنطقنا الأقلام النسوية وبحمد الله تعالى حصلنا على نتائج كبيرة ومبهرة لكن جعلنا هذا الأسبوع يتمحض إلى الأم الأهداد سلام الله عليه أنا في خدمة الأخوة اعتبار أن الإمامة هي مصدر التشريع عندنا يعني في وفق مدرسة أهل البيت عليه السلام الإمامة هي من مصادر التشريع يعني السنة تشمل الإمامة زائد النبي والزهراء عليه السلام الشيء الذي أحب أن أبينه التركيز على أمير المؤمنين من أمهات المسائل وفق مدرسة أهل البيت عليه السلام حشدنا كثير من البحوث يعني في التراث على منزلة أمير المؤمنين عليه السلام والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان يستثمر كل وقت للإشارة إلى علي عليه السلام وحتى في رواياتنا الحديثي حديث أبي حديث أبي حديث جدي إلى أن تصل السلسلة إلى الله تبارك وتعالى جبريل الله الإمام يقول لكن للنبي صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين لفضل كلهم هذه السلسلة المباركة لكن يبقى أمير المؤمنين عليه السلام هو المركز المهم إذا توضحت الصورة عنده يسهل الوقية مفتاح الإمام يبدأ بأمير المؤمنين عليه السلام ولعلي أتطرق بشكل سريع جداً لحديث المنزلة لبيان نكتة كلامنا في أمير المؤمنين عليه السلام حديث المنزلة من الأحاديث المشهورة عند السنة والشيعة قراءة الجمهور شيء قراءة الشيعة شيء آخر لكن كحديث كنص واحد النبي صلى الله عليه وآله يريد أن ينزل أمير المؤمنين منزلة معينة فيقول له أنت مني بمنزلة هارون بن موسى وهذه نكتة مهمة ثم يستثني إلا أنه لا نبي بعدي الكلام ليس في أن الاستثناء يدل على الأموم أو لا هذا كلام مفروغ منه يعني البحث في حديث المنزلة بحث طويل جداً وأكثر من طريقة للاستدلال والرواية لم تنص يعني لم تذكر في غزو التبوك فقط وإنما أكثر من مرة ذكرنا بهذا النص لا توجد غزو التبوك على كل حال لا أريد أن أتحدث عن قضية كما قلت خلافية لكن أحب أن أشير إلى نكتة لماذا هذه المقارنة بين موسى وهارون عندنا أنبياء أيضاً تعاصر مثلاً يعقوب مع يوسف إبراهيم مع لوت عيسى مع يحيا هل هناك نكتة لهذا التنزيل يعني لو الآن النص عندنا أنت مني بمنزلة يوسف من يعقوب إلا أنه لا نبي بعدي أنت مني بمنزلة لوت من إبراهيم إلا أنه لا نبي بعدي هذا المعنى يؤدى أيضاً منزلة والعال فيها عموم مثلاً والعمر ما بين النبي وأمير المؤمنين هو عمر الوالد للولد النبي صلى الله عليه وآله عندما توفي عمر أمير المؤمنين 32-33 سنة وهذا عمر الوالد مع الولد فيمكن أن يقارن مع إبراهيم وإسحاق إبراهيم مع إسماعيل يمكن أن يقارن يوسف مع يعقوب فلو تم هذا الحديث بهذا اللسان أو يسأل سائل لماذا هذا التركيز بين موسى وهارون هل توجد نكتة؟ أو لا توجد نكتة؟ حقيقة هذا الموضوع يستوقف الباحث أنبياء متعاصران أو أنبياء متعاصرون كثير في القرآن الكريم وفي التاريخ التركيز على قضية هارون من موسى لا بد من وجود نكتة وهذه النكتة مهمة هذا جانب أتحدث عنه بشكل مختصر جهة ثانية هناك مسألة في سورة التحريم قرآن يتحدث أيضا عن معقعة بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله ثم يقول إن تتوبى فقد سغت قلوبك وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك غهير تستوجب القارئ كأنه حال من النفير الله يكفي الله مولى كل شيء الله مولى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير تستوجب هذه المسألة الله وحده ليس الله بكافر عبده أيضا تستوجب هذه النكات القرآنية تكلم كقرآن هذه النكات القرآنية نكات مهمة صالح المؤمنين من صالح المؤمنين الذي قرنه الله تعالى معه جعله مولاه يعني يدافع عنه الله مولاه سلم جبريل أيضا يأتي وملك من السماء يأتي به وهذه الطاقة الكبيرة وكونه ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وهو من سادات الملائكة ثم يحشر بالأثناء شيء يلفت النظر صالح المؤمنين ثم والملائكة بعد ذلك ظهير لا شك نقرأ صالح المؤمنين لابد من الشأنية عظيمة الذي الله تبارك وتعالى يجعل من المدافعين عن النبي هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة لم يلقى أحد ملائك جميع الملائك هذا الذي يكون بها المستوى الذي يشير له القرآن الكريم أعبد في مقام شامخ مقام عظيم وأنا قلت أنه حديثنا مع فرض المدرسة أهل البيت التي مبتنياتها واضحة وعندما تتكلم تتكلم وفق مبتنيات تفسير علي بن إبراهيم القمي يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن تتوبى إلى الله فقد سقط قلوبكما إلى قوله صالح المؤمنين قال صالح المؤمنين هو علي عليه السلام وطبعا عندنا روايات أخرى لكن فقط أنا أريد أن أشير إلى السياق القرآني مع هذه الجنب مرجع للسؤال الأول لو الآن نقرأ نتبرك بما يتعلق بقضية هارون وموسى هارون وموسى الحوادث التي مر مر بهم كثيرة لكن القضية المركزية كانت في قضية فرعون بعد أن انتهوا من قضية فرعون جاء ابتلاء أخر أيضا لا أريد أن أتعرض له لكن أحب أن أبين أن نبينا صلى الله عليه وآله عندما يتكلم لا يتكلم بجانب عاطفي أو جانب محابات مع أن أمام أنبياء كثيرين يقارن مع كما قلت مع يعقوب ويوسف هذا التركيز على قضية هارون ما هو لاحظوا ماذا يقول القرآن الكريم اذهب إلى فرعون إنه طغى الخطاب لموسى سورة الله أتكلم سورة الشعراء عندنا أيضا كلام ما رح نتعرض إلى سورة الله اذهب إلى فرعون إنه طغى هذا الدعوة فرعون إلى دعوة الله إلى موسى أن اذهب إلى هذا الرجل هذا بدأ يدعى للهية واستخف قومه فأطاعوه وأصبح إنسان وجود على الأرض أصبح فيه إساءة لكن الطريق القرآن يبلغ أعظ لعله يهتد موسى عليه السلام يريد أن تنجح رسالته قال رب شرح لي صدري مهم شاقة ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني طلبات موسى يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي من هذا الوزير مشخص قال هارون أخي أريد هارون ماذا تريد من هارون لاحظ طلب موسى أجدد به أزري يا إلهي وأشركه في أمري قرآن يقول وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى هارون بالقياس إلى موسى شريك التفتو قرآن يقول موسى طلب مو معلوم الله أجاب موسى يطلب لكن القرآن يقول قد أوتيت سؤلك يا موسى هذا الذي تريده تعقق أنه هذا الطلب أنه يشرح صدرك ويفقه قولك وأعطيت موسى عليه السلام وهذا موسى وهارون أعطيت هارون عليه السلام وهارون ماذا تصنع به قال أجدد به أزري وأشركه في أمري أمير المؤمنين ليس شخصا عاديا قرآن يقول هذا النص هذه الطريقة غير موجودة مع يعقوب ويوسف غير موجودة مع إبراهيم ولوت غير موجودة مع يحيى وعيسى هذا النص هنا موجود وآية التحريم عندما ترفع مقام هذا الشخص التي عبرت عنه صالح المؤمنين ويأتي تأتي الروايات الشريفة تفسر فإذا الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله أمير لم يكن غريبا عنها نعم هو ليس نبيا النص يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيا بعدي أي منزلة أعطيها لعلي عليه السلام القرآن لا يرفضها النبوة لا يشترك بها أمير المؤمنين مع النبي صلى الله عليه ولا يوجد أحد من الطائف الشيعية المؤمنة بما جاء به حديث الغدير وبقيت لما يقول علي رسول والعاذ بالله علي ليس رسول ليس نبيا أما ما هو مقامه مقام هارون من موسى فيشد يشد الأزر بأمير المؤمنين ويشرك أمير المؤمنين بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ولذلك عندما نقرأ أن أمير يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم هذه الطريقة لم تتال غير علي عليه وطبعا المقام الكبير هو لمقام النبي صلى الله عليه وآله لكن نتحدث نحن كأسبوع الإمام وبدءا بأمير المؤمنين عليه السلام لابد نعرف هذه المقامات ثم عندما نتسلسل بذلك الأمر سيكون أكثر إيضا وفق المنهج الذي رسمه لنا القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت عليهم السلام لا شك أن هناك بحوث كثيرة إن شاء الله تعالى نستمع فيها إليها من خلال الأخوة الأفاضل الذين تجشموا عناء السفر وأتعبوا أنفسهم إن شاء الله تعالى نسمع بحوثا قيم كما سمعنا في العام الماضي يبقى شيء أحب أن أنوه سقد الوقت قد يعني لا يقد يفوتنا وهو أن الباحثين الأعزاء عندهم بحوث أتكلم عن العام الماضي كانت جدا مهمة وبعضها كانت أفكار أبكار إعطاء مجال إلى الأخوة المستمعين وأنا منهم حتى يتداخلوا على الباحث الكريم أن يبدأ ببحثه مباشرة لأن الوقت المضروب وقت محكومين فيه وتشكرات بدءاً كلها مقبولة بعض الأخوة الباحثين يقضي وقتاً في المقدمة تضيئ النكات المهمة يعني نحن نحرص على أن نسمع النكات المهمة في البحث وهي نكات نستفيد منها كثيراً وقت الجلسة لكن هذا يعني مما لابد منه مرحباً بكم سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتحفنا بما تجود به أقلامكم الكريمة ويراعكم ونسأله تبارك وتعالى أن تجدد هذه اللقاءات نتشرف بالاستماع والإصغاء إلى بحوث الأفاضل والمفكرين والباحثين تمام التوفيق وكل التوفيق لكم جميعاً سائلاً الله تعالى أن يتمه علينا بالخير والعافية